الآن السؤال كيف بدأت تحركات المرتدين العسكرية وكيف بدأوا العدوان نعم برك الله وفيكم حب ذا لو وضع الإخوة الخارطة التي تظهر نعم التي تظهر هذه المواقع للمرتدين بعد مباعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أخذت طبعا ترده الأخبار عن الارتداد في جميع أنحاء الجزيرة العربية إذا نظرتم إلى الخارطة هنا ستجدون أن لم يبقى أي مكان في الجزيرة العربية إلا وحدثت فيه الردة عدى مكة والمدينة وجزء طفيف جدا من اليمن طبعا مكة والمدينة والطائف وجزء فقط من اليمن فإذا نظرنا هنا المواضح هذه التي ترى عليها كسيفين كلها مواضح فيها كان مرتدون وبعد ذلك توجه أبو بكر المحاربتهم لأنهم بداية جاءوا وحربوه في المدينة كما سنرى فبلغه ارتداد بني أسد طبعا بقيادة طليحة الأسدي وبني فزارة بقيادة عيينة بن حصن وبني عامر وغطفان بقيادة قرى بن سلم القشيري وبني سليم بقيادة الأشعث بن قيس الكندي وبني بكر بن وائل في البحرين بقيادة الحكم بن زيد وبني حنيفة بقيادة مسئلة ملك الذاب المهم لنتخيل أن الأخبار ترد بهذه الطريقة هذه الأخبار وحدها كافية لكي تذهل المؤمنين ولكي تسبب لهم الخوف الشديد حيث أن العرب جميعا قد تقاطروا وأرادوا أن يأتوا مجتمعين ليقضوا على المسلمين في مكة وفي المدينة هذا الأمر على فكرة كان أعظم بكثير من يوم الأحزاب من غزوة الأحزاب التي كانت فعلا أيضا فترة حاسمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد أظهر فعلا أنه خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يخافهم وأن الله تبارك وتعالى كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب سينصره على هؤلاء فقام بخطوة جريئة جدا تدل على ثقته ويقينه بنصرة الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أخي الدكتور حاتم كان قد أوصى في آخر حياته بإرسال بعث أسامة إلى أطراف بلاد الشام ليحارب الروم في منطقة البلقاء وفي منطقة الداروم وهي ما بين تقريبا غزة والخليل لأن هناك كانت بعض التحركات التي يمكن أن تقود لاحقا إلى عدوان على الجزيرة العربية أو على دولة الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى آخر لحظات حياته كان يوصي بإرسال هذا البعث وبالفعل أبو بكر الصديق قرر أن ينفذ هذا البعث والذي كان يضم معظم المهاجرين والأنصار ويضم يعني خيرة الجند في المدينة المنورة فعندما قرر أن ينفذ هذا البعث الذي كان في الواقع مستعدا ومعسكرا في منطقة في اسمها الجرف من أرباض المدينة يعني خارج المدينة سامع بن زيد توقف انتظارا لتعليمات الخليفة فقرر أبو بكر كما قلنا أن ينفذ هذا البعث فجاءه الصحابة وقالوا له يعني الظروف تغيرت النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى بإرسال هذا البعث كانت لم تكن فتنة المرتدين قد ظهرت فلماذا لا نبكي هذا الجيش ليدافع عن المدينة وأنت تعرف الخطر الداهم الذي نواجهه فماذا قال رضي الله عنه والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباعة من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة هذه الوصية النبوية التي تمسك بها أبو بكر تدل على أنه فعلا يؤمن بأن الله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان خلف وصاياه وخلف تعاليمه وخلف أحكامه لا يمكن أن يخذل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولا بعد وفاته يعني هذا الموقف بحد ذاته يجب أن على الإخوة الذين يشكون في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجب أن يستغفر الله كما قلت إما يكون مجنون أو يكون متوكل كامل على الله عنده يقين كامل بالله عز وجل لأنه لا يوجد أي حاكم سياسي يعني حتى الصحابة حتى عمر بن خطاب رضي الله عنه الذي كان معروف بأنه قوي والشجاع لكن هو أبو بكر الصديق كان أشجع الصحابة ولكن التوكل على الله واليقين التام التي لا تشبه أي شائبة هو الذي جعله يرسل أسامة لهذه المهمة هو أمر هم جدا الطاعة للرسول قال لا يمكن أن أبدأ خلافتي بإني أخالف أمر الرسول أمر به هل يعني هل يبدأ خلافته بهذا الأمر يشك في حبه للرسول أو طعته أو أنه تحول والعز بالله بعد وفاة الرسول إلى المنافق طاعة الكاملة بشكل معجز والذي أراد أن يبينه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتهي وصياه لم تتوقف لم نبدأ عصرا جديدا هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الآن فقط أجلس على هذا الكرسي لأنفذ أمر النبي ووصاياه ولكي أقوم بالواجبات كأنني فقط موكل عن هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وطبعا في هذا الدرس من أبو بكر الصديق طبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه له من عظيمة على الأمة إن شاء الله سنأتي على ذكرها عندما سنتحدث عن المواقف التي وقفها في أول أيام الخلافة والتي أدت إلى تبديد كثير من الشبهات وكثير من الشكوك والتي قدم فيها خدمة عظيمة للأمة إلى الأبد هنا أبو بكر الصديق أراد أن يقول لا تتعاملوا مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم بأهوائكم وبالظن أن هذه الوصية الآن تنطبق وهذه لا تنطبق وهذا يتعلق بعصر النبي وهذا لا يتعلق بعصر النبي عليكم أن تعلموا أن ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا تميزوا بين تعاليمه واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد بدأ عصر النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعله مستمرا إلى يوم القيامة فلو رضي أبو بكر الصديق بهذه المشورة فهذا يعني أنه أعلن أيضا أن عصرا جديدا قد بدأ وأن زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد طوي والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي حقا ولكن كيف يمكن لأبي بكر الصديق أن يقبل بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن الله تبارك وتعالى عالما بأنه سيتوفى سريعا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنفسه أيضا كان يعلم أنه سيتوفى عندما أوصى بهذه الوصية ألا يعني ذلك بأن الله تبارك وتعالى هو خلف هذه الوصية وعلى كل حال يعني يطول الحديث في بركات هذه تمسك أبو بكر الصديق بهذه الوصية المهم أن خروج هذا الجيش من المدينة أدى إلى أن يظن المنافقون بأن المدينة قد خلت فعلا من الجند لا شك أن لهذا التصرف قد أثر فيهم بصورتين من ناحية استغربوا خروج هذا الجيش فكيف يمكن للمسلمين في هذه الحالة أن يخرجوا جيشا وهم في هذا الخوف وفي هذه الظروف الصعبة ومن ناحية ثانية أيضا قالوا لعل هذا التصرف هو تصرف جنوني وبهذا قد هيأ لنا أبو بكر الفرصة المؤاتية للقضاء على الإسلام وعلى المدينة فطليحة الأسدي تشجع وقام بنشر أتبائه حولها وعسكر عسكر طليحة الأسدي حولها وقام بعضهم في منطقة ذي القصة في شرق المدينة بقيادة حبال ابن طليحة وقام طبعا بنو مرة الذين كانوا بالأبرق في منازل بني ذبيان وقام بنو عبس وبكر أيضا وقفوا مع هؤلاء المرتدين يعني كان عبارة عن حصار من قوة لا يستهان بها من المرتدين وأرسلوا وفدا إلى المدينة ليفاوضوا أبو بكر الصديق على أن يقيموا الصلاة ولا يؤت الزكاة طبعا يعني تخيلوا هذا ما ذكرناه قبل قليل هم يعني بخبثهم كانوا يريدون من أبي بكر أن يعترف بأن عصر النبي انتهى وبأنه لا يحق له ما كان يحق للنبي صلى الله عليه وسلم ومقابل ذلك ربما سنوقف العدوان علما أنه لو قبل بذلك لما توقفوا عن العدوان فأبو بكر الصديق قال لن أقبل بذلك إن كان هذا شرطكم وأنتم الآن معتدون ومحصرون للمدينة فسترون أنني سأقاتلكم ولن أرتدع ولن أخشى أحدا إلا الله تبارك وتعالى كما تفضل الأخ تميم يعني بعد أن رفض أبو بكر الصديق رضي الله أنه طلبهم هؤلاء الذين كانوا مع المؤتدين حول المدينة هؤلاء آدى هذه الوفود إلى معسكرهم وأخذوا يشجعون كل من كان في المؤسكر على غزو المدينة وعندما جاءوا للتكلم مع أبي بكر هناك كان جيش سامو قد خرجا فلمسوا قلة الجند وكأنهم جاءوا للاستثلاء فأخبروهم عن عدد المقاتلين قليل فكانوا يشجعونهم على أن يغيروا المدينة فإنهم يحققون انتصارات رحيبة في وقت قليل فأبو بكر الصديق رضي الله أنه كان مستعدا لأي هجوم قد يشنه أهل الردة أو هولا القوى المجتمع هولا المدينة فكان أصبح يقوي دفاعات المدينة وهنا ورد في رفايات أنه أهدى إلى سيدنا علي رضي الله عنه والزبار بن الأوام وساد بن أبي وقاس وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود فوض إليهم حراسة الطرق الجبلية المحيطة بالمدينة يعني إذا كان علي بن أبي طالب كانت تأخر في الباية فكيف هذا يحدث خلال أيام قليلا بعد توليه الخلافة فهذا دليل على أنه كان معه في البداية وهذه الرواية نعم وكان تابعا له فكان هولا جنود مسلمين يبيتون هولا القادة كانوا يبيتون مع رجالهم خارج المدينة استعدادا وتعاقبا حتى إذا هجموا فينبغي أن يدافعوا عن المدينة بعد ثلاثة أيام أغار أهل الردة يعني هنا أيضا لم يخرج المسلمون يعني لكي يبدأوا القتال هؤلاء أغاروا على المدينة هم بدأوا أول مرة والمسلمون كانوا بانتظارهم فردوهم على آقابهم وبعد ذلك تبعهم أبو بكر الصديق بنفسه أثناء الليل وقاتلهم عند الفجر لكي ينزل بهم الهزيمة وهولوا الأدبار وقتل حبال بن طليحة على يد أكاشا بن محسن كما ذكر ونزل أبو بكر الصديق في ذي القصة وكان هذا أول فتح في حروب الردة الآن كان هناك قبيلتان عبس وذبيان عندما رأوا ذلك فهاولوا وثبوا على من قومهم على من ثبت من قومهم على الإسلام فقتلوهم انتقاما لفشلهم في غزوهم المدينة فليس يعني من هنا يجب أن يارف الصامة أن هؤلاء أولا أغاروا هم بدأوا أولا اجتمعوا ثم أغاروا ثم ليست فقط الغارة بل قتلوا المسلمين الذين كانوا قد ثبتوا على دينهم قتلوهم وبعد ذلك عندما سمع أبو بكر الصديق نعم نعم الناس يقولون أنهم مجرد الردة وخرج أبو بكر لقتالهم لا هؤلاء اجتمعوا اعتدوا وهم الذين بدأوا الإغارة وبعد ذلك قتلوا المسلمين المسالمين الذين كانوا ثبتوا على دينهم بقوا ثابتين على دينهم في قومهم فقتلوهم لأنهم لا يؤيدونهم لا يذهبون معهم ليشنوا إغارات ضد المسلمين المدينة فعندما سمع أبو بكر صديق أقسم على قتل كل قبيلة من المرتدين بمن قتل من المسلمين يعني لأنهم على القصاص من القتلة ثم آدع أبو بكر صديق إلى المدينة المنورة وفي هذه الأثناء كانت جيش أسامة أيضاً كان قد رجع يعني بعد سبعين يوماً من خروجهم يعني لم تمضي على خلافة أبو بكر صديق إلا هذه المدة يعني شاء سبعين يوماً تقريباً وثمانين يوماً فثم خرج أبو بكر يعني آتا ولا استخلف أسامة بن زيد لكي يرطاها قليلاً وخرج أبو بكر صديق جمع من المسلمين ونزل بالأبرق حيث قاتل بني عبس وذبيان هؤلاء الذين قتلوا المسلمين الذين ثبتوا ألا إسلامهم فهزمهم هناك فإن سهبت هذه الفلول بني عبس وذبيان إلى بزاخة أين؟ إلى بزاخة قرب المكة فبزاخة هذا المكان هذا المكان نطلب من الإخوان نعم بزاخة هذا المكان كانت لها على صدي هو كان قد اجتمع بجيشه هنا فهؤلاء انضموا إليه هناك ويعني صارت له قوة وأصبه يعني متواطعون ما هؤلاء ما هؤلاء المتنبئين بعد أيام يعني هنا بقي أبو بكر صديق لأيام وبعد ذلك عاد لكي يعد العدة للقبائل الأخرى التي كانت تعد شن الإغارة أو شن الحجوم على المسلمين فبدأ يستعدوا لمهاربتهم أو للقضاء عليهم نراحب كيف أن المسألة بدأت بعدوان شرس على المدينة وكيف أن أبا بكر الصديق بنفسه هو من قاد الدفاع عن هذه المدينة وخرج بنفسه على رأس الجيش وهذه شجاعة مشهودة له نعم